بحدث مراجعة وعرض حصيلة الأعمال والأنشطة التي تم تنفيذها من قبل منظمة كيرة الدولية في مجال تحسين الأمن القزائي والسوء التغذية والصحة والمياه الصالحة للشرب قد نظم منظمة كيرة الدولية ورشة أمل مع مختلف الجمعية الآملة في مجال التنمية أشرف على هذه المناسبة الأمنة الآن بإقليم وادفيرة عبدالعزيز ماي محمد منصق منظمة كيرة الدولية جلاسيم رولا قال أن الورشة تحدث من أجل تمكين الجمعيات على أعلى مستوى لأنهم أساس التنمية والوصول على أوامل الإنتاج وزيادة الإنتاج المحلي ومعرفة الجوانب الإيجابية ونقاط الضغف وتقديم الاقتراحات لإيجاد الحلول بدوره الأمن الآن بإقليم وادفيرة عبدالعزيز ماي محمد شكر منظمة كيرة الدولية وشركاء الفنيين بتنظيم مثل هذه الورشة جاءت في الوقت المناسب من خلالها يتم مناقشة إدة مواضي التي تصاحب مصاحمة فآلة في التنمية الإقليم وادفيرة كما أصنع على جهود المبزولة من قبل السلطات الأولية بالبلاد والتي تسأى دوماً الاحتمام بالصحة والتعليم والمياه الصالحة للشرق طالباً من المشاركين الخروج بنتاج مسمرة وخبرات جديدة من أجل رفعيح هذه التحديات